أهم حاجة في البني آدم أن يكون حلو من جوه جميل جمال من جوه لأنه وانس إن هو بقى حلو من جوه زي كده هو بيطلع على الوش وبتفضلي حلوة طول العمر يعني بتفضلي جميلة بس شوية بقى تخن على شوية كراميش على شوية مش عارف إيه عوامل التعريق زي ما بيقول أنا بالنسباني أنا محب قوي العوامل دي بحب بعيش السن بس بحب أحافظ على نفسي بدون أي تدخلات أنا اللي تدخل أنا عرف حافظ إزاي الرياضة أنام كتير ألعب رياضة أكل إيه أقول حاجات بقلهية طول عمرك يا مدام نجوة كده يعني أنا مدام نجوة جاية ما شاء الله له أكبر محافظة جدا على شكلها محافظة جدا على وزنها محافظة جدا طول عمرك كده يعني طول عمرك بتمشي في حياتك بالتقوز دي الرياضة طول عمرك كده أنا عمرك ما شفت نجوة إبراهيم تخنت قوي عمرك ما شفت نجوة إبراهيم كلبزت قوي بجد والله يعني طول عمرك يعني النهاردة ما شاء الله الله أكبر بجد لا كلبزت كلابيز لا ما تقول ليش 10 كيلو وقت الكورونا وقت الكورونا ما عدنا في البيت آه آه تخنت حاولي 3 كيلو بس أنا أصدت 18 كيلو دولنا أنا أتخن إيش معنا لأن كل ما بتكبري كل ما لازم تحطي ويت علشان في حاجات تبقى فيها نضارة صح ما يبقاش بس طبعا السوشيال ميديا مش هيسيبنا مش هيسيبنا آه بتخنتي نفخت خسيتي شفتت ما ده من نجوة أنا النهاردة ما حاولت أدور على حارتك في السوشيال ميديا ما لقيتش أي أكاوب ممنوع ممنوع إزاي ما لقيتش أي أكاوب اسمي ناجو إبراهيم لا ما لقيتش خالص خالص يعني ولا فيسبوك ولا ولا إنستجرام ولا أي حاجة خالص ليه يا مادام نجو بنتي ناس كتيرة قوية عايز تبعاتلك وبعتنلك ميسيجز كتيرة جدا بعتين لي هما بيقولوا إيه بعد لا بصي أنا بسمع كلام الولاد بسمع كلام ولادي جدا وبحب أنا عندي ولدين حاكم وناصر ماما ما فيش حاجة اسمها فيسبوك لأنه هو ده تخصصهم يعني المهم كله شهاداتهم كلها في التكنولوجي ده تكنولوجي ده فما فيش داعي لا للفيسبوك ولا الحاجات دي ولا إنستجرام ولا الحاجات دي كفاية قوي قوي اللي هو الواتساب فأنا مش بحبه يعني مقدرش أتواصل واصحة الصبح أتواصل مع كل الناس دي وأقرأ لكن الناس دي اللي بيعلقوا ويعملوا معرفش جابوا الأسوة دي مني فيه تعليقات سخيفة وعيب يا جماعة ده أسهل حاجة في الدنيا وأجمل حاجة في الدنيا الحنان والحب يعني صعب جداً إنك تكراهي وإنك تبقي أسهم صعب جداً بتاخد مجهود نفسي ومجهود عقلي ومجهود جثماني ده المعدة بتبوز لما تفضل تغلي كده عشان تكراهي حد بيجي للكرحة ده بدنلحب بيعي آه طبعاً الكرحة مرهق ليه؟ أحلى حاجة أسهل حاجة وأبسط حاجة أنك تحبي اللي قدامك مجهود عقلي